بعد فتح الرئيس الأمريكي الباب أمام مفاوضات غير مشروطة لبلاده مع طهران توالت ردود أفعال إيرانية متباينة حول العرض مسؤولون رأوا الكرة في ملعبهم للخروج من مأزق التضييق الأمريكي على بلادهم وآخرون خرجوا بتصريحات تضع العصى في دولي بالفرصة المتاحة لهم وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا الرحمن فضلي قال إنه لا يمكن الوثوق بجدوى أي محادثات مع ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي بشكل أحادي على حد وصفه وذهب مسؤولون إيرانيون من بينهم حميد أبو طالبي مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اشتراط عودة انضمام واشنطن إلى الاتفاق قبل التفاوض معها أما رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان حشمة الله فلاحات صرح بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن لا تكون من المحرمات مقترحا خطا ساخنا بين طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين وبينما يرى محللون عرض ترامب بالتغير المفاجئ في موقفه حيال إيران ذكر مراقبون أنه رمى الكرة تماما في أرضها ذلك بأن ترامب تعمد منح النظام الإيراني فرصة لتغيير سلوكه ونهجه قبل بدء تطبيق العقوبات الأمريكية الأقصى في التاريخ والتي ستختبرها إيران بعد أربعة أيام حنين الشولي العربية